مثل العديد من النساء الهنديات ينتاب الطالب سوفارنا الدوغاري قلقا شديدا من المسارات الطويلة التي عليها اجتيازها للوصول إلى منزلها وقضاء حاجتها ما يجعل المراحيد العامة النظيفة حاجة ملحة في هذا البلد الجنوب أسيوي وقد سرت هذه الشابة عندما اكتشفت في إحدى حدائق بونا وجود حافلة قديمة مطلية باللون الزهري وتم تحويلها إلى مرحاض متنقل للنساء وهو مشروع طوره الثنائي لديه محافلات قديمة مركونة في العديد من المواقع في المدينة في قرب الهند ذهبت إلى الحديقة وكنت في حاجة لدخول الحمام وجدت هذه المراحيد مريحة وتعطي شعورا بالأمان يمكن لأي امرأة استخدام هذه المراحيد في مقابل 5 روبيات أي نحو 64 سنت من اليورو سواء لقضاء حاجتها أو الإرضاع أو شراء الحفاظات أو الفوط الصحية وأطلق مشروع تيتوالات في العام 2016 رائدة الأعمال أولكساد الكار ورأي فخير وهي تضم 12 مرحاضا متنقلا وتستخدمها أكثر من 200 امرأة في اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر